مثل ما تفضلت جنابكم أنه هذه الحملة الأولى هي التشجير بعد سنوات وبعد إدراك أنه خطورة الوضع البيئي في العراق هناك نقص كبير في الأشجار هناك مشاريع تقام جديدة ما تسبب قطع الأشجار خصوصا المعمرة واللي أعتقد يعني أقل وحدة صار لها فد 30 أو 40 سنة مزروعة في البلد كل هذه يعني العوامل أدت إلى انطلاق مثل هذه الحملة الآن الحملة تستهدف 5 ملايين شجرة زراعة 5 ملايين شجرة لكن احنا نحتاج بعض ضعفين العراق بحاجة إلى 15 مليون شجرة لكن هل هو يعني قضية التغيير البيئي ونقص الأشجار هو متركز في بغداد فقط أكيد لا هناك محافظات متضررة خصوصا المحافظات الجنوبية السماوة البصرة ذيقار غيرها هذه محافظات متضررة من التغيير المناخي وخصوصا قضية التصحر تحتاج كل هذه المحافظات إلى جهود من قبل أبنائها التشجير طبعا لا يعني لا يختصر فقط على الفرق التطوعية نحن ندعو من خلال هذا المنبر المواطن إلى على الأقل زراعة شجرة في بيته وإحنا شفنا قبل أشهر كيف أنه الحر انقض على العراق وهذه مو أول سنة طبعا السنوات الماضية أيضا كان فيها حر لكن شاهدنا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي أنه تدعو المواطنين إلى زراعة شجرة في البيت وهي بديل عن جهاز التكييف الموجود في البيت إذا عنده مجال زراعة؟ والله أستاذ بلال هو موجود باب الزراعة بس هو بدأت مثل ما قلت جنابك أنه خلال عشرة خمستعة سنة بدأت تتناقص المساحات لا يوجد مساحات وأنه بالضبط المساحات لا يوجد وكانت الحدائق تشغل 200 و300 متر من مساحة البيت لكن الآن فقط يعني نحن نريد أن نحث المواطن على زراعة حتى لو شجرة تكون في الشارع على الأقل تكون ضل بالضبط أي مكان بالضبط مثل ما قال جنابك نريدها بالشارع بالبيت تكون بديل عن جهاز التكييف هذه الشجرة أكيد كنا نعرف قضية هي أحيائية تطي الأكسجين وتسحب أول أو ثاني أكسجين الكاربون من الأجواء واللي ممكن أن تلطف الأجواء مثل ما كانت في السابق في السابق وقبل 2003 كنا نحس أن نقول على مبردة كنا ممكن أن البيت يبرد غيرها زين أنت هسا وين زرعته؟ أستاذ المناطق التي تتركز هي أهم شيء الجزرات الوسطية يعني داخل؟ طبعاً داخل بغداد هذا كل داخل أكيد كل داخل بغداد أستاذ بلال المشكلة أن الحزام الأخضر هذا مشروع دولة مشروع لهذا يجب أن تقوم بأمانة بغداد حزام أخضر يجب أن تخطط يجب أن تحدد المناطق خصوصاً أنه أغلب المناطق المحددة كحزام أخضر هي متجاوز عليها يعني يجب أنه يزال هذا التجاوز ومن ثم مريزة هي شيء مرتبط بشيء فعلاً فعلاً هو شيء مرتبط بشيء ولهذا التركيز هو الجزرات الوسطية وتوزيع عدد من الأشجار على المواطنين لزراعته لكن هناك أيضاً واجهتنا مشكلة هي توفير المياه المياه كيف ممكن أن توفر لهذه بالضبط العناية بكل ما تحدثت بالزراعة تحتاج عناية ومراقبة دورية مستمرة لنتحدث عن مساحات كبيرة مثل ما أنت تحدثت وعن أرقام بما يخص الأشجار فشلون ما تصار العناية بها؟ العناية بها طبعاً قبل عشر سنوات أيضاً صارت حملة للتشجير وزرعت هذه الأشجار وأشجار كان ممكن أن تنمو لكن قضية المياه هي التي وقفت عقرام هذه الحملة الآن ممكن أن نستعين بتقنيات جديدة تقطير غيرها ممكن أن توفر المياه بشكل مستمر لهذه الأشجار أعتقد أنتم لم تزرعتوا بمكان بعيد حتى يكون صعب سقيها أستاذ المكان البعيد أكيد لا يمكن أن تزرع بي بغداد صار عبارة عن 40 إلى 50% هي مشاريع فأي مكان تزرع بي ممكن أن يصير بمشاريع أقصد أنتم لم تخرج بغداد لأن أكون ناس لا تعرف بعض الناس والأغلب ما يعرف أنه موضوع حزام بغداد أو الزراعة خارج بغداد وموضوع يعني اعتيادي يعني هو ماكو واحد يجي يروح يزرع وخلص هاي مشت الأموة لا 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 أعرف ناس بل شوا بأراضي ورادوا يزرعوها وصلهم سنة كلامك لا يفشل الزراعة لا تفشل لازم المياه أصلا مو صالحة للسقي وتفاصيل التربة وتعرف هاي بتعني تفاصيل زراعية بحثة إحنا مو اختصاص بها بس قصدي هو مو موضوع مثل الداخل البغداد يعني يختلف تماما هذا الموضوع فأريد أعرف الخطوات الجاية شنو أستاذ بلال أولا الزراعة تحتاج صبر ومطاولة حتى للفلاح العادي ترى طبعا مرات الأرض الزراعية تكون غير صالحة مثل ما تفضل ولهذا يراد لصبر يجوز يعني يحتاج لعلى أقل ثلاث سنوات إلى خمس سنوات صح ممكن أنه تثمر الخطوات الجاية هي قضية أنه إنجاز ما يعني أو إكمال المرحلة الأولى من قضية الزراعة وهو مثل ما قلت لك توفير 15 مليون شجرة تنتشر ممكن على أرجاء العراق هذه الأشجار يجب أولا أن تكون مقاومة لدرجات الحرارة من نختارها؟ نختار طبعا أكيد خبراء زراعيين نحن أيضا لسنا خبراء أكيد خبراء زراعيين أولا مقاومة لدرجات الحرارة مقاومة لنقص المياه تتحمل يعني بالضبط تتحمل حرارة ومياه نقص المياه وأيضا تثمر بشكل سريع على أن لا تكون شجرة الكاربس اللي سوت ما سوت بالأراضي العراقية لأن هناك أشجار مضرة جدا بالتربة بالبلونات تحتية ومنظمها مثل ما قلنا شجرة الكاربس ولهذا أيضا ندعو المواطنين أنه طبعا هي تنمو على السريع وفعلا تتحمل لكنها تتحمل مشاكل بالضبط تتحمل مشاكل حتى أتقلعها